العمليات العسكرية بصفحتها الثانية في جزيرة سامراء الواقعة شمال غرب المدينة شهدت تقدماً للقوات الأمنية وتحرير عدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش حيث طهرت أكثر من 15 كيلو متراً تجاه بحيرة الثرثار تلغيم وتفخيخ الدور السكانية والطرق وما يتركه عناصر التنظيم كان عائقاً لتقدم القوات الأمنية وإنجاز مراحل التطهير تطهير منطقة شمال غرب سامراء وهي المنطقة السموة بجزيرة سامراء هذه المنطقة كانت متركة لعدة سنوات وأصبحت حواضن لقيادات داعش ومناطق معواه وبعد أن في اليوم الأولى وجهنا بعض الصعوبات المتعلقة بكثرة العبوات المتمثلة بمئات من العبوات المزروعة على طول محور التقدم محاور تقدمنا هو من جهة الحولي بطريق سامراء تكريت باتجاه الغرب ووصولنا إلى بحيرة الثرثار رفع ما يقارب 37 عبوات و35 بيت بين دار وبين سيطرة وبين مدارس العبوات تعمل بالضغط تعمل بالسحيب تعمل على الموبايل تعمل تفجير عن بعد منها فجرناها لأنه يصعب علينا والقطاعات تعرف صار تأخير بالتقدم فاضطرنا أين نعالجها اللي رفعناه رفعناه واللي فجرناه فجرناه المدفعية الثقيلة وخلية الاستخبارات كان لهم الدور الفاعل في إسناد القطاعات العسكرية وحسم معارك التطهير المدفعية أخذت دورها بإسناد تقدمنا وبصب نيران الغضب على داعش في محاولاتهم للتعرض على قطاعاتنا وكان إلى دور بذحر تعرض واسع على قطاعاتنا المتمركزة بالأمام حسمة الموقف حسم تام لصالح قطاعاتنا بعد أن كبدت العدو خسائر جسيمة تعاون من سكان المدنيين المواطنين ضمن المنطقة وهناك تعاون من مصادر استخبارية سواء كانت عسكرية بحتة سواء كانت بالطائرات أو غيرها تعتمد عليها تحرك القطاعات بالتالي جاءت النتائج إيجابية ومثمرة يشار إلى أن مناطق جزيرة سامراء وبحيرة الثرثار لم تحرر منذ العام 2003 حيث اتخذها عناصر داعش ملاذا آمنا ومنطلقا لمهاجمة القوات العراقية والمواقع المدنية من صلاح الدين سجاد الربيعي المدى الفضائية